من فترة بسيطة يعني اعلنتي بخطوة جريئة او شجاعة اني شرح ترتديين الحجاب وموضحتي ليش او شلون صار الموضوع فاليوم المايك إلتش بقوشي من زمان هاي الفكرة ببالتش او شو كنت جاتي لا هاي الفكرة اللي قريبين من يعني عرفون انه انا من سنين مفكرة بيها حتى يعني انا وبسا من الزوجنا قلت لاني اريد اتحجب فهو بوقتها يعني قال انتي اذا يعني انتي حسب قناعتك وانتي اليش الحرية بهذا الموضوع لانه اللي يلبس الحجاب فعلا هو نظرته نفس نظرتي اما هو مقتنع بيه ويلبسه بشكل صحيح او ما يلبسه افضل يعني فالحمدلله وصل وقتها وخلص اتخذتها فجأة كانت حتى يعني علينا عالبيت انه لا اني هاي بعد اليوم لازم اتحجب شو وقت كان هذا اليوم وش معنى هذا اليوم بدونش معنى تعرف اني اكون شغلة اجوز الناس ما تفكر بيها بس اني افكر اني انسانة يعني الحمدلله اؤمن بالله ما بسويا شي بحياتي يعني مئذي احد داعش حياتي بشكل مسالم مو عندي نقص اصالي الحمدلله يعني مو عندي نقص غير انه بس موضوع الحجاب فأني ما مستعدة أنا يومية أفكر أنه أنام بعد ما أقعد الإنسان المؤمن لازم يفكر بهذا الشي لازم تفكر أنه إنت إذا غمضت عنك جزء ما تفتحها العمار بيد الله ماكو صغير ماكو شبير ماكو فهذا تفكيري أنا فأني شنت بخوف خاف لا أروح وأني ناقصني شي زين شا أقول زين شا سوي زين لا أنا كل شي أحب رب العالمين والحمد لله علاقته بي حلوى ودائما يرضيني ودائما يسوي لي الأشياء اللي أنا أريدها وأحسن ألف الحمد لله فخلص قلت بعد لا أنا ما أريد جوز أنا باشر أموت جوز أنا نام ما أصبح ما أريد